أهلاً بجميع المتابعين على قناة أكوارد اليوم عندي أداة A-C-T Look Tool Virgin السادس طبعاً الأداة أول ما تفتحها ستكون بهذا الشكل يحتاج منك باسورد أضيف الباسورد مثل ما نشوف الأداة بدت تشتغل هذه الواجهة الرئيسية مع الأداة طبعاً هنا المانيجر المانيجر من تضغط عليه ستفتح عندك واجهة هذه الواجهة بها عدة خيارات مثل تنصب الـ USB تعاريف منها باليسار عندي الميدياتيك أضغط عليه تدعم عدة معالجات بعد ما ضغطت على الميدياتيك مثل ما نشوف فتحة واجهة بها عدة أجهزة مثل أجهزة الأوبو انفينيكس هواوي سامسونج لينوفو نوكيا فيفو فإذا أجي أضغط على الأوبو رح تفتح عندي واجهة بهاي الصورة أضغط على الـ أقدر أسوي هاي العمليات هاي العمليات أقدر أسويها هنا أنا منطيني تعليمات instruction عن طريق وضع الـ بي روم مود هنا أنا يقل لي مثل ما نشوف أطف الجهاز بعد ما أطف الجهاز أضغط زر رفع الصوت وزر خفض الصوت معا بعد هاي يقول أربط الكابل connect the cable أربط كابل USB هنا أنا يقل لي waiting until the execution process complete انتظر العملية حتى تكتمل هاي الطريقة الأولى أو عن طريق test point أطف الجهاز turn off the device open back cover your device يقل لك طف الجهاز وافتح الغلاف مع الجهاز بعدها أبحث عن نقطين test point الموجودة على البورد connect the two test point وصل بين نقطين test point followed by connecting the USB cable هنا أنا بعد ما وصلت النقطين يقل لي وصل USB cable أقدر أسوي مثل ما اتفقنا هاي العمليات مثل erase all frp عندي erase frp new os عندي format unlock وعندي format old type و save format data طبعا هنا أنا أقدر أفرمت الجهاز بالإضافة إلى الاحتفاظ ببياناته هنا الأنلوك bootloader أفتح قفل ال bootloader هنا أنا ريلك bootloader طبعا أعيد القفل لل bootloader عندي أجهزة مثل ما قلنا بعد infinix يدعم هاي الأجهزة infinix كذلك هاي العمليات كلها موجودة راح أقدر أقوم بها لأجهزة infinix نفس الشي رحنا سابقا وهنا عندك service كذلك تقدر تقوم بعض العمليات الموجودة عن طريق السيرفز أجهزة هواوي أجهزة سامسونج لينوفو نوكيا فيفو ريدمي ريالمي تيكنو هذن كلهن أقدر أقوم بهاي العمليات إذا كان الجهاز معالج ماتة ميدياتك هس القسم الثاني عندي قسم لكوالكم راح تفتح عندي هاي الواجهة مثل ما نشوف عندي أجهزة شاومي إذا ضغطت عليها يدعم مجموعة من الأجهزة مع شاومي أختار الجهاز بعدها أقدر أحذف الحساب وهنا نتخطى حساب الـ FRB وهنا الأكاونت أحذفه عن طريق الوضع الـ ADP بعد عندي الأوبو بالنسبة للمعالجات الكوالكم يدعم مجموعة من الأجهزة هاي الأجهزة أمامني وهي العمليات اللي أقدر أقوم بيها طبعا عن طريق البوت مود بالتست بوينت وضع الـ ADL أدخل الجهاز بوضع الـ Test Point وأسوي هاي العمليات الأمام لكذلك بالنسبة لأجهزة شاومي تمام؟ عندي الفيفو نفس الكلام ينطبق عليه أدخل الجهاز بوضع الـ ADL وضع الـ Test Point وبعدها أقدر أقوم بهاي العمليات عندي الأندرويد مجموعة من العمليات اللي أقدر أقوم بيها مثل Information و Read عندي هنا reboot مثل reboot راح أدخل الجهاز مثل للوضع الـ Recovery وهنا للـ Fast Boot عن طريق أختار هذا وأربط الجهاز ودخله بهذا الوضع أدخل وضع reboot بهذا الوضع كذلك هنا عندي reboot ADP عن طريق وضع الـ ADP أقدر أدخل لهاي الأوضاع مثل recovery bootloader عن طريق وضع الـ ADL تمام؟ أطف الجهاز وهنا عندي القسم الرابع Mediatek هنا أفلش معالجات Mediatek وهنا القسم الأخير قسم سامسونج يعمل على أجهزة سامسونج مثل ما نشوف Information B وهنا بـ reboot وهنا هنا ADP Enable أفعل وضع الـ ADP وهنا هنا Remove FRB وـ Cold Server وReboot Tools هاي الأدات بصورة سريعة وبسيطة شون أحمل الأدات؟ وأنصبها أتوجه للمتصفح عن طريق هذا الرابط طبعاً رابط راح تحصله بصندوق الوصف تبدأ بتحميل لدات بعد ما تحمل لدات توقف جدار الحماية شون أوقفه؟ من هنا double click أروح على Virus and Third Protection أنزل على Manage Sitting مثل ما نشوف أطفي هذا الخيار بعد ما طفيته أتوجه للأدات وين المسار اللي حملت بيه؟ بعد ما نزلت الأدات عندي أتوجه للمسار اللي نزلت بيه الأدات أستخرجه Acquad Password فك الضغط Acquad double click على الأدات راح نصبها تنصيب اعتيادي Next Install طبعاً هاي ظهرت لي هنا الرسالة لأنه أنا منصب الأدات مسبقاً أفتح ملف النوتباد هذا غلقه هاي الأدات أمانة double click راح تفتح عندي هحيطلب مني اليوزر موجود وهذا الباسورد أمامني هنسخ هذا الباسورد هنتظر الأدات تحمل بعد ما أحمل اكتمل التحميل أضغط على paste وأضغط على login أوكي الأدات اشتغلت طبعاً الأدات مجانية لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم والاشتراك بالقناة أتمنى لكم يوم سعيد تحياتي ترجمة نانسي قنقر